الدلع وتدليل الأطفال شايفوا إزاي إزاي ندلل أطفالنا بشكل صحي لا يؤثر على نفسيتهم طيب عايزة أبدأ معاك إن فيه آل تسعمائة تسعة وتمينين كانت سنة مهمة جدا عشان طلع مصطلح مهمة جدا في كتاب اسمه العواطف لها عواقب الدكتور فريدك كان بيقول مصطلح متلازمة الطفل مدلل وسماها متلازمة علشان هو وصل إن في بعض الاضطرابات النفسية لما واحد بيجبر زي النرجسية التلعب النفسي اضطراب الشخصي الحدية قد يحدث بنسب كبيرة من أطفال المدللة بعد كده إدى أكستريم بقى تماما سماها متلازمة العبقري الصغير إن هو الشخص المتمرد ده في حتة وده في حتة تانية خالص فكان بيتكلم عن متلازمة الطفل المدلل إن احنا بنلبي احتياجاته في كل شيء يعني من أول سنة ونص مفودي هتحمل المسئولية بمساعدتي يلا نعمل كذا يلا نعمل كذا يلا نشيل الطبق بلاستيك الكوبال بلاستيك هكذا إحنا بنغلط غلطة كبيرة جدا صغير هو لسه لما يكبر شوي بعد كده الطفل ما بيتعلمش الروتين ده ما هو الشخصية مجموعة السلوكيات فبيكبر مدلل الغازبنا عني ما غير ما ياخد بالي إن أنا كل شيء مش شرط أكون بجيبه كل شيء أنا أصلا مش محاملين مسئولية بيجي عند المدرسة يلا راح الحضانة أو بريكي أنا حاطط لي كل حاجة في شنطته طيب لو نسي حاجة لها برجع عجبها له تاني فبيجي لحاجة اسمها الدجمة خلاص هو مرحلة التعود إن ماما هي المنقذ أو بابا المنقذ اللي بيعمله كل حاجة طيب صحيحة شعري هو اللي بيلبسني غسيل سناني كل حاجة هو اللي بيعملهلي تاني مش شرط يكون التدليل هو المال لا هو التدليل هو عدم تحمل المسئولية والمنقذ الحقيقي هو الأب والأم فأنا كبرت لحد سنتين تلاتة مش بهمل أي حاجة هما لازم يساعدوني في كل حاجة بوصل لما حاطر حضانة خلاص أنا كده أكتر من 40% من القيمة السلوكية اكتمنت فأنا بدأت باع إيه خلاص أبقى شخصيتي كالية بتاكل عليهم في كل حاجة طيب مع الوقت بتعود على ده وبرمي أسلوب إسقاط يعني لو بابا أو ماما طلب مني أي شيء إذا بتطلب مني لي بيقوم مدائي جدا فببدأ مرحلة تعودت على كده أه طبعا مرحلة الإبتزاز النفسي بتوصل بقى الدرجة نحن بتشوف فيه أبطال رياضيين أقوية مدللين أنا بتكلم عن تحمل المسئولية بس بتوصل بقى النحيتين الطفل المدلل اللي مش بلع مسهر رياضة أو عارف ما هو بتاعته أو بينزل حتى يعمل حاجة في حياته بيكون رافض اللي هو يعمل أي حاجة زيادة رافض يذكر رافض ينزل رياضة رافض يخرج رافض ما عندوش الرغبة والشغل في أي حاجة إلا في العالم الإفتراضي طيب لما بتيجي عندي خمس سنين ما بتحملوش المسئولية تماما إيه اللي بيحصل؟ بيحصل للمشاكية جدا بيبدأ يرمي إسقاط على الأب والأم فبيعملهم حاجة اسمها التمرد الدفعولي والتسويف بقى اعمل كذا اعمل كذا بيكون قاصد إنه هو حاجة اسمها التلاعب النفسي الابتزاز العاطفي يدايقهم من أجل المدايقة يدايق بابا أو يدايق ماما عشان خاطر هو ما كانش متعود وهو صغير على تحامل المسئولية فانت دلوقتي يطالب منه كده أو الناحية التانية لو كان من الشخصيات مش القوية فمش قادر يواجه فايداهم فاعمل إيه الاضطراب المصطنع وكتير جدا من أطفال دلوقتي ودخول مرحلة المراقة عندهم اضطراب المصطنع اللي هو إيه عايز يجذب الانتباه عشان خاطر بابا وماما كانوا دائما مشجعوني بدوا ينسحبوا عشان مش بعمل السركيات اللي هم طلبوها مني لما كبرت شوية فيك تبع الفيس أنا عندي كنسة يقول أصحابه أي قصص وهمية أي قصص من أجل لفت انتباه الآخرين صحيح ما هو كان واخد جرعة من الحنان والحب المعتدل اللي كان موجود فجأة انسحب تماما في بعض الأوقات الموضوع بيتحول لو كان من لحد المراقة إلى الشخصية المدللة بيوصل إلى النرجسية حب الزات أنا بحب نفسي بحاولة إزاء الآخرين ودي بتحصل في الطفولة الطفل المدلل أني أنا بعمل له كل حاجة في ظهور بيبي جديد كان صغير أو كبير مع وجود أي نقض أصلا ليك أخ بص إزاي بيعمل حاجات أنت بيشوف تعملها أو أي حاجة أو حد مميز بيبدأ قصد يأذى الآخرين سواء كان في الكسب الانتقامي من أجل محاولة إزاء الآخرين أو في الفصل أو بيحاول يزيب أي شكل من الأشكال بعد كده بيبدأ يمتح الآخرين مع عادة الأب والأم عشان تشايف اللي هم بيزو وبيكون قصد كنوع من أنواع التمرض السلبي أو النشوز الدفاعي اللي هو يديو تعيال صغيرة يا دكتور